ما تخافش على الأهل طول ما الأهل ماشي كده ماشي في سكته بيحقق أهدافه بيحقق طموحاته وبتنصفه عدلة السماء لأنه في وقت ما بيقض حقه بالقانون وباللواح الزميل محمد شبانة أيضا استغرب جدا للناس اللي متدايق قوي إن الأهل هيروح كاس العالم نشوف محمد شبانة الأهل مش هيشارك في كاس العالم للأندية بالمغرب إيه رأيكم لو قلنا الخبر ده الحقيقة أنا مندهش يعني مندهش من وجود انقسام حوالين مشاركة الأهل في كاس العالم للأندية وفي ناس مددائية جدا يعني إحنا لما بنعد نقول إن الأهل هيشارك في كاس العالم للأندية وإن البطولات بتحبه وكاس العالم بيحبه طب نعمل إيه بنهزر يعني لكن لما لاقي فعلا ناس في تعليقات أو في حاجات على السوشيال متدايقة جدا إنه الأهل هيشارك في كاس العالم للأندية فأنا رجل مندهش بدرجة في ناس بتدافع عن موقف الرجاء جدا وفي ناس تانية بتقولك طب ليه ما يشاركش وصيف أسيا أنا مش هتكلم بالسان إن الأهل ينادي مصري وإنه بيمثل مصر لأنه هلاقي ناس كتير بقى تطلع على الأيام دي أو بقى لنا فترة كده تقولك لا 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 بيمثل نفسه بيمثلش مصر لا 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 هلاقي ناس كده للأسف منهم لله اللي وصلوا الناس للمراحل دي من التعصب لهذه الدرجة للنادي الأهلي في الآخر من نادي مصري وإذا حقق إنجاز بيتقالل نادي الأهلي المصري واتحسمت المسألة والفيفا مش بيهزر يعني الفيفا لو بتاعه يخاب بجوابات ولا بتاعه عنده حسابات ولا صد النادي الفلاني يزعل ولا النادي العلاني يزعل ولا المسؤول دي هيطلع يتكلم ولا المسؤول دي يطلع يتكلم ما عندهش الفيفا الكلام ده ومسألة محسومة فأنا مندهش هلوصلنا كده طب أنا هطلع أقول الأهلي إقصاءه من كاس العالم للأندية هنشوف طابله وزمر من البعض ده كلام الحقيقة أنا بشوفه لا يليق اللي عايز يشارك يكتهد ويعرى الأهل اكتهد وعرق ووصل فاينال دورة عبدالإفريقية وده اللي أنا بقوله يعني ما يصل الأمر قلتلك وصل من الحصرة إلى الدهشة الدهشة إنك أنت يعني إذا كنت مش قادر تتحمل نجاحات الأهلي فلتصمت بقعيب تبان عليك مش شيك يعني مش عيب بس خلي بالك إنك في وقت ملقوقات ده كان ثقافة الإعلام بيروج لها إنه جيب الناس اللي بيقول لا بكره الأهل والتاني يقولك بكره الزمالك مروج الكراهية اللي كنت بقى أقولك تجار الكراهية هم دول خايفين للدنيا تبقى حلوة وتجارتهم طبور لأنه هو جزء من وجودهم بيسموه أكل عيش على حسب أرواح الناس ومصالحها وحتى سعادتها إنه عايشين على تمزيق العلاقات كل شوية وتوسع في الدائرة ما أنت لو أعادت تقولي أنت مظلوم أنت مظلوم حسد أن أنا مظلوم طيب دي حاجة مش بينه وبينك يعني تعرف لو كان هو مين اللي شارك الأهل ولا زمالك هتلاقي ناس تدفع عن حقها وناس لكن ده أنت مش الصورة ما لكش دعوة بالموضوع ده فتروح لحد ممكن يحقق لك يعني حاجة ضد الأهل كلام ده أنا الأستاذ محمد شبان نلخصه أنا مندهش جدا أنت عايز تقرأ خبر أن الأهل مش هيشارك عشان تنبسط هو ده يعني ده اللي يسعد المصريين عشان كده أنا بقول لك لا مش يسعد المصريين يسعد الناس دي اي ده اللي يسعد أنا بتكلم على عموم المصريين هيحصل لهم ايه تعاسى طبعا إذن أنت ده اللي بتكلم فيه أستاذ الموري وهيقول لك هناك يكتبون في كرة القدم التاريخ ونحن نحارب كاتبه اللي هو الندي القالي لأن المراضف لنجاحات المنتخبات العربية أداء النادي الأهلي ونجاحاته على مستوى الأندية النهاردة كاس العالم للأمم للمنتخبات قدامه كاس العالم للأندية وفيه كاس العالم للقراءات أحيانا يقاف أي تشريف أي إنجاز في المحافل التلاتة العالمية دي هو خطوة بتدعم مكانة الكرة المصرية أنت لما روح تكاس العالم للأسف خطوة ما كملتش يعني إحنا عملنا ماتش رائع مع البرازيل وخسرنا في آخر ثانية بضرب الجزاء ما كان ينبغي أن تحدث كسبنا أطاليا وبعدين انهارنا قدام أمريكا لو خسرنا 2 صفر لو خسرنا 2 صفر إحنا تاني فنخسر 3 ليه؟ لأن إحنا غويين نتجاوز الحد الأدنى من النجاح نكساره عشان ما ننجحش فالنادي الأهلي هو اللي بيحقق لك بقى المعادلات اللي تخلي الناس تقول فيه كرة في مصر فيه نادي في مصر بيخلي إنفانتونيو تكلم بيخلي بلطر يتكلم حتى لمجردني وشاع اللي بيقولولهم هو ما فيش غير الأهلي في أفريقيا دي في حد ذاتها اعتراف بالمكانة طبعا يعني دي ما تدينيش تسعدني حالة من اليأس بتوصلك إلى حالة من الأوهام وفي الآخر عارف بين اليأس والأوهام لازم أن تشوف بشير التابعي مع مهيب عبدالهادي شعورك النهاردة لما عرفت النادي قال يعرف كسر عالم من الأندي بص يعني لو النادي الأهلي لو النادي الأهلي بيصلي للحظ بشيء أكيد انت لابت كم مرة كسر مردي لا الزمال الكلاب كم مرة يا مهيب وانا مرة اه مش عارف أقول ايه يعني بص والله لأ ده حاجة غريبة يعني يعني لو انتوا بتصولوا يا ابني في فين بشيء أكيدة والله الأصلاب النادي الأهلي وجهة مشرفة لمصر لا وجهة مشرفة لمصر اه والله لا لا لمصر طب انت ليه 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 مش فرحان النادي مصري هيشارك في البطولة ويمس المصر اقول انت بقول ليه الزمال الكلاب مشاركش هو ليه النادي الأهلي خدي مني طيب اه هم بيرضوا النادي الأهلي عشان الكلام الكتير بتاع الماتش المغرب اللي ماتش واحد بتاع الوداد اللي تلاحب هناك وكان النادي الأهلي معطار ومشاكل اللي حصل ليه 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 ده المغرب اللي طلبت الطلبت ايه؟ الطلبت اصطرفتها بالكاس العمام باي الطلبت تنظيم البطولة ايه؟ مايه اللي طرفية انا ما اقول دلوقتي ان النادي الأهلي اختياره في حاجة زي كده في التوقيت ده ونالي مش اختياره دي ليحة على فكرة لازم نوجه الشكر النهاردة للمهندس هانا بوريد ايش معنى احنا كنا ممكن نفاجئ ان في ناديين من المغرب هم اللي بيشارل طب ودي حالة تعمل فيها ايه؟ هو مش رادي يسد انها ليحة بيتصلي بيرادوا الاهلي طب كلمة بيرادوا الاهلي دي معنى ايه؟ ان اعتدوا على حقه فان بجات له فرصة بيرادوه ده كلام مش صحيح حتى لو بالمفهوم الدايق ده يبقى لانه قد ضع حقه بفعل فاعل هو ضع حقه واللاحة هي اللي رجعته حقه كان من الاساس كان من الاساس المفروض ان هو اللي يتوق او على الال يلعب المبرأة بشكل عادل كان ممكن يحصل كل الاحتمالات يا سيدي بس الاحتمال اغلب الاهلي كان حيتوق اذا المسألة هي صعبة صعبة على ان كنت انا لكنش بتشجع الاهلي واعدين السؤال الجميل جدا او الاهلي بيصلي الحمد لله ان كل الناس ها لديها من الايمان والالتزام ما يحقق لها حقها بهذا الالتزام طب بالمناسبة اذا كانت الصلاة في وجهة نظرك هي اللي بتجلب هذا هو انت ما بتصلوش يعني ايه ايه ربط الصلاة يعني حتى وانت من حيث تريد ان تطعن في الاهلي يرتد السهم اليك انت ما تصل اذا كان الصلاة هو اللي بيجيب لك الحقوق والصلاة بيجيب لك الحقوق حتة ان عندك سلام وارتياح وانك تاخد بالاسباب ما تعملش كده زي الناس اللي بتنكر وبتغير الحقيقة وهنا الحقيقة احنا يعني كتير لما بنلوم زملاء من مقدم البرامج لما بيسيبوا الضيوف بالذات لما يكونوا الضيف عنده غرض او ما عندهش معلومة فيبدأ الهكس على الهواء لكن لما يبقى فيه اللي بيقدم او اللي جالس على كرسي الموزيع عنده الخلفية عن اللايحة وعن طبيعة النظام يعني في المرة دي مهيب رد على بشير التابع قال له فيه ايه ما هو دي لايحة ما هو شارك بطل اليابان قبل كده فيه معلومة واضحة قدامه هنا بيبقى الرد لأنك في النهاية خلاص الضيف بيبقى مدام انت عايز تعبر عن مشاعرك ومش قادر تخبي كل المكنونات اللي تعباك ديت فاللي يكون ده وضعك لكن بيبقى اللي قاعد على كرسي الموزيع قادر يحاور وقادر يرد سواء هاني حتحوت لما رد على رئيس نادي الرجاء باللاحة والنظام او مهيب لما رد على بشير التابعي تبيانا لحقيقة واضحة وصاطعة جدا فيه لايحة طبقت استفاد قبل كده منها بطل استراليا وبطل طهران اصفهان الايراني لما شاركوا في اليابان لان اليابان بطلها كان هو بطل اسي اذا المسألة واضحة جدا ما كانتش محتاجة كل هذه المسألة واذا كان الاهل بيصلي ياريت كل يصلي لكن المشكلة في الاستك منه فيه